السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد وحاجة جديدة النهاردة هنعمل مع بعض الكفر بتاع المك ده الكفر ساهل وبسيط وورزة واحدة ونبدأ مع بعض ونشوف هنحتاج ايه عشان نعمل المك ده النسي الجديدة اهلا بكم واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد الا مع بعض نشوف هنحتاج ايه عشان نعمل الكفر بتاع المك ده هنحتاج مع بعض اه بقايا خيوط اي الوان انت تحتمي يعني موجودة عندك ممكن تعملي سطر و سطر تعملي اه كل بقايا خيط تعملي لون اه تعمليها لونين تعملي لون واحد زي ما انت عايز اهنحتاج زرار عشان نقفل بيه الكفر وهنحتاج معنا ابرة تنظيف ومقص وابرة كروشي وطبعا ابرة الكروشي بتعتمد على الخيط اللي انت بتشتغلي بيه تمام هنشتغل مع بعض خطوة بخطوة مع بعض وهوريكم ازاي نبقى مزبطين الجوانب كده برضو بحيث انها متملش مننا يولا بسرعة نبدأ مع بعض نعمل الكغر بتاع المك هنعمل مع بعض عدد من السلاسل اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتتاشر اربعتاشر خمستاشر دي وهروح عملاها غرزة منزلقة الدايرة ديت هي اللي هتبقى بتاعة الازرار اللي هنمسك فيه الكفر بتاع المك شايفين اهو لو انت هتعملي زرار اصغر من ده هتعملي عدد سلاسل اصغر من كده بعد كده هعمل غرزة كده وبعد كده هعمل غرزة اتنين تلاتة هسيب اول غرزة وهدخل في اللي بعدها على طول اعمل غرزة حشو بعدين الغرزة التانية اعمل غرزة حشو بعدين ادخل في اللي انا عملاها دي اهي الاتنين هم مع بعض هطلع كده واعمل غرزة حشو كده بقى عندي تلات غرز حشو هرتفع سلسلة وهلف الشغل انا عندي اول غرزة اهي هدخل فيها كده بقى سوري هدخل في الحلقة الخلفية من الغرزة وهعمل اول غرزة بعد كده هدخل تاني فيها واعمل غرزة تانية بقى انا كده عملت تزايد هدخل في الغرزة التانية واعمل غرزة حشو بعد كده الغرزة الاخيرة هدخل فيها واعمل تزايد ادي واحد اتنين في نفس الغرزة هعمل سلسلة والف الشغل وابتدي اسيب اول سلسلة دي اللي انا ارتفعت بيها هدخل في اللي بعدها على طول اعمل غرزة تزايد ادي واحد اتنين وبعد كده هعمل الغرزة اللي بعدها غرزة حشو وبعدين اللي بعدها غرزة حشو واللي بعدها غرزة حشو والاخيرة خالص هي بتبقى صغيرة ومش بينة فبتبقى متعبة شوية اهي هعمل فيها تزايد وبعد كده هشتغل على الغرزة الخلفية عشان ادي شكل بس للشكل بتاعنا عايز تشتغلي غرزة عادية عادي مفيش اي مشكلة هترتفعي سلسلة وهتلفي وهتيجي على اول غرزة وتعملي تزايد هدي واحد اتنين وبعد كده هدخل في اول غرزة حشو هبتدي اشتغل بقى على الغرز دي كلها حشو كده غرز حشو لغاية اخر غرزة هدي لغاية غرزة كده لقبل الاخيرة وهاجع الغرزة الاخيرة برضو ممكن اعمل كده والف اخد الابرق الصغيرة اللي معايا معصها اصغر هدخل كده في الغرزة واطلع بيها بس طبعا مش اخد بيها عشان ما تدينيش شكل مختلف شقف حجم الغرزة هسحب بس بيها الخيط هروح عاملة كده غرزة وهدخل في مرة تانية واعمل غرزة تانية هلف الخيط واول غرزة هعمل فيها تزايد بعد كده همشي غرز حشو لغاية نهاية السطر اهو غرز حشو لغاية نهاية السطر باجي في اخر غرزة حشو وابتدي اعمل تزايد اللابد الاخيرة والاخيرة اهي برضو هبدل الابرة مشان كده انا بحب اشتغل بالابرة ان انا بقدر ابدلها وارجع اشتغل تاني لما كون فيه غرزة ديقة ومش عارفة اشتغلها اجي اول غرزة وبعد كده بدخل تاني في نفس المكان واعمل غرزة تاني هبتدي اشتغل بالشكل ده عدد من الاسطر لغاية ما وصل للعرض اللي انا عايزي هكمل بنفس الطريقة بزود في اول غرزة وفي اخر غرزة وبعدين هرجع لكم شوف هنعمل ايه تاني انا كده خلصت العرض اللي انا عايزي اللي هو هيبقى قد اليد بتاعت المج كده اللي هو هيدخل في المسافة دي كده عشان اكمل بقية الشغل تمام انا كده عادت اتزايد لغاية الفراغ اللي بين المج ده خلص كده حسب العرض بتاع اليد بتاعت المج بتاعك اهو بتعملي كده او لو انتي مثلا في مج بدون يد خلص اشتغلي على العرض يعني ابدأ ازودي لغاية المسافة كلها لو هو ما فيوش يد خلص وممكن لو هو فيه يد وانتي عايزة تعمليه اشتغلي بالعرض كامل خلص وبعد نسيبي الفراغ ده يعني دي ترجعلك انت حسب الشكل بس انا هعمله يا دوبك بس اللي هي الجزئية دي بحيش لما انا ابقى ماسكة المج كده يبقى بالنسبة لي يعني خلص هو اي دي هنا الحرارة هتبقى على الحتة دي مش محتاجة اكتر من كده تمام هنكمل مع بعض هبتدي ارتفع بقى بدون اي تزايد او تناقص هعمل برضا هوريكم عشان الجواني بنحافظ عليها شكلها يبقى متساوي ما يبقاش فيها تجعيدة وشكله مش حلو هنرتفع سلسلة شايفين بقى عشان ما نتلخبطش عدليمكو حاجة كويس احنا هنا هو اخر غرزة هي هروح دخلة فيها كده من قبل ملف عشان اهو هروح عاملة كده اول غرزة او مش هزود صحيح خلاص هبتدي بقى ادخل على البعضها على طول تمام هبتدي اكمل السطر عبارة عن غرز حشو فوق كل غرزة غرزة بدون اي تزايد او تناقص هبتدي اشتغل كده هرتفع انا بس هكمل معاكم عشان اواريكم ازاي اه نقدر نرفع من الجنبين نعد من الجنبين نطلع للسطر اللي بعضه عشان نزبط الجنب تمام دي اخر غرزة هي معاي في السطر هرتفع كده اهو هرتفع سلسلة خلاص قبل ما لف هتخل في اول غرزة هي اللي هي اخر غرزة عندي والف الشغل كده واسحبها دي اول غرزة عشان ما تتلخبطيش هبتدي اشتغل برضو فوق كل غرزة غرزة لغاية الاخر بقنا كده هشتغل لغاية الاخر بنفس الطريقة بدون اي تزايد او تناقص هكمل بقى لنص المج يعني انا اهو هاعمل كده لان انا عايزة اغير اللون هعمل كده اهو هشتغل لغاية نص المج بس وبعدين ارجع لك هقول لكو هنعمل ايه في النص التاني خلصت الجزية اللي انا عايزة اغير فيها اللون انت ممكن تكملي اه بنفس اللون ممكن تعملي كل سطرين لون احنا بنستفيد من بقايا الخيوط اللي عندنا انا دلوقتي اهو هاخد المقاس كده انا عايزة اخلي اللي هنا تحتها هي بقى ابيض عشان يبقى اللونين بينين مع بعض فنا مشيت لغاية المسافة دي تمام هبتدي اغير اللون اللون الابيض اي لون انت عايزة احباب نحاول نحن نستفيد من الالوان اللي عندنا او بقايا الخيوط نعملها اي حاجة خلاص انا اخر غرزة هنا هون ببتدي اسحب الخيط اهو بخلي معي الخيط الابيض ده اهو كده بخليل تحت كده باشدد اخضر للزرع ده وهرتفع سلسلة وهالف الشر تي طبعا السلسلة هي كويس فرصة انك تشوفوا اللي احنا بنعمله اه دي السلسلة دي انا مش هعمل فيها حاجة هاخد اخر سلسلة عندي وهبتدي اطلع عليها كده برضو على الحلقة الخلفية من الشغل زي ما احنا شغالين وهبتدي اشتغل بالشكل ده نفس الطريقة هي هي هكمل بيها برضو بدون اي تزايد او تناقص بتحفظي على السلسلة الاولانية دي انها مش من الشغل عشان يزبط لك الجوانب بتطلع معاك الجوانب مظبوطة بالشكل ده ما بقاش فيها ميل وشكلها حالو لان في كتير مننا بيغلط في الجوانب دي عشان بيبقى شكلها مش حالو تمام انا هكمل بقى لغاية ما اكمل خالص خالص بنفس الطريقة لا بدون اي تزايد او تناقص طبعاً ده كل ده هننضفوا بعدين هكمل كده وبعدين ارجع لكم تاني نكمل مع بعض وبكده اكون خلصت الطول اللي انا عايزة كده نعم هدخلها هنه كده اهي بش نقفل مع بعض بقى الخيوط الزيادة دي عشان الناس المتدئة معانا اللي هما ايه يعرفوا زي يقفلوا الشغل انا هنا عندي اللونين دين لما جيت غيرت اللونين بنربطهم كده مع بعض بس طبعاً قوعي تربطي وتروحي قطعة لان لو ربطي وقطعتي بعد شوية مع الغسيل والاستعمال هتبس تلاقي الغرز معاكي فكت فانت بتجيب ابرت التنظيف بالشكل ده ابرت التنظيف ديت ابرت قنفا تمام بيبقس انها مش بارز قوي خلاص اللون الابيض هتمشي ناحية اللون الابيض بالشكل ده خياطه عادية خالص شايفين اهو بنعد الخيط ونقطع بناخد اللون التاني وبنعمل نفس الطريقة وبناخد برضو الفتلة اللي هنا جيه بنعملها بنفس الطريقة كل ده بيتقفل بنفس الطريقة اقفلهم وحط الزرار اهو زي ما احنا عملنا كده بنشد على قد ما نحط ونحط الزرار بشكل ده كده اقفلها وارجعلكم اقفلت اهو تمام شايفين ركبت الزرار تمام اهو وكده نبقى خلصنا الفيديو بتاعنا النهاردة يارب الشغل يكون عجبكم وكونوا استفدتم منه الناس الجديدة يريد تشترك في القناة وتفعل الجرس اشترك في القناة في الفترة اللي جايه كانت معاكم ردة احمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته